موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله باذن الله النهاردة يكون موجود معانا منحة ممتازة جدا بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب اوضح اللي احنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة ودي القناة بتاعتنا هتلاقي عليها منح وفرص كتيرة جدا منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا دول كتيرة جدا مختلفة بالاضافة كمان كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر الى الخارج وعرضنا بعض المواقع اللي من خلالها هتقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة بالاضافة كمان كنا اه اعلننا عن فرصة كان التقديم اللي بول فيها حصرا عن طريق قناتنا غابان لانت تطوع في اتنى مشعمل معظم التكاليف وتم اعلان الفايزين في هذه الفرصة وان شاء الله يكون موجود معانا فرص جداد كثير التقديم poles لبول فيها حصرا عن طريق انا بالاضافة كمان كنا اعلننا عن خدمة وخدمة المساعدة في التقديم لاى فرصة او منحة انت عايزة اه احنا ممكن نقدم لك لاي منحة انت عايزها بشكل احترافي او ممكن انت تقدم نفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. اه وعشان توصلك اي حاجة جيدة من القناة ياريت تعمل وتضغط على الجرس الصغير ده. عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب ان اوه كمان ان جماعة روابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على الفيسبوك. وروابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي نتكلم عليها النهاردة. هتلاقي موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. خلينا بقى دلوقتي نبدأ على على بركة الله ونتكلم عن المنحة بتاعت النهاردة. هي منحة دراسية في هنغاريا. تمام? خلينا نتكلم عن تفاصيل اكتر. الدولة اللي هيكون فيها المنحة دي هي دولة هنغاريا موجودة في اوروبا. اه الجهة المانحة اللي عرضها المنحة دي هي منظمة الاغذية والزراعة اللي هي الفعل. تمام? دي المنظمة اللي مقدمة المنحة وهي منظمة اه متعاونة مع الحكومة المجارية عشان اه يعني يتم عمل هذه المنحة. المرحلة الدراسية المتاح لها المنحة دي. المنحة دي متاحة لدرجة الماجستير فقر. يعني الناس اللي عايزة تدرس بكالريوس اللي عايزة تدرس دكتوراه غير متاح لهم التقديم في المنحة دي. فقط الناس اللي عايزة تدرس درجة الماجستير. طيب. التمويل بقى. المنحة دي بتتكفل بايه? المنحة دي بتتكفل برسوم الدراسة بالمجان كاملة. كاملة. يعني حضرتك هتاخد رسوم الدراسة كاملة مش تدفعي مصاريف خالص اثناء الدراسة. كمان تكاليف الاقامة والسكن هتكون عليهم الاكموداشئا. والتكاليف التأشيرة الاقامة هناك هتكون برضو عليهم. اه التأمين الطبي هيكون بالمجان. تمام? في حالة لقدر الله حدوث حادث او مرض. هم يتكلفوا بمصاريف الاعلاج. وطبعا مصاريف الكتب كمان عليهم. وهيكون فيه بقى مميزات اخرى زي مصاريف التسجيل. يعني هيكون فيه مميزات اخرى كتير. ولكن اه مصاريف الطيران او تذكر الطيران مش هتكون شاملة فيها زي المنحة. يعني انت اللازم تتفعها بنفسك من بلدك الى هنغارية. تمام? طيب الدول بقى المتاحة للتقديم في الفرصة دي هي مجموعة دول معينة. اه معظم الدول العربية موجودة ولكن برضو لازم تتأكد وتشايك هنا على الدولة بتاعتك. هتلاقي الجزائر موجودة هتلاقي مصر هتلاقي المغرب. فدي قيمة الدول يعني الدول حول العالم مقبولة في المنحة دي. فانت تشايك على دولتك وتتأكد ازا كانت موجودة ام لا. الجامعات والتخصصات المتاحة في المنحة دي. المنحة دي فيها تلات تخصصات لدراسة الماجستير. وتلات جامعات مختلفين برضو. تمام? اه تخصص خاص بالفوت سيفتي مسلا في اه اه في الجامعة دي وتخصص خاص بالانيما نيوتريشن. اه تمام? وكل تخصص دي اسم الجامعة قدامه. تمام? يبقى حضرتك هتختار تخصص من دول في برضو في الجامعات الموجودة قصدها. ده بالنسبة للتخصصات. طبعا ممكن الناس تسألني طيب لو انا دارس حاجة تانية غير تخصصات مرتبطة بالزراعة. لان التخصصات هنا لو لاحظت هتلاقي مرتبطة بالزراعة بالتغذية. فلو انت دارس تخصص اخر وعايز تقدم في المنحة يجوز. ولكن على الاقل يكون عندك الى حد ما خبرة. اه تكون اه اه مسلا اخدت يعني كورس مسلا او تدريب او عندك خبرة عمل في المجال ده. لاني في ناس بتحب تحول مسلا تكون دراسة اه البكالوريوس في حاجة وتحب تدرس المسطر في حاجة تانية. يجوز ولكن ما ينفعش انك يبقى مسلا صفر اه في التخصص وتروح تدرسه. على الاقل يكون عندك خبرة شوية في المجال. تمام? اه شروط التقديم بقى. ليس هناك شرط العمر بالنسبة للشرط العمر عشان الناس اللي بتقلق منه. اه بالنسبة هنا ما فيش شرط العمر. هما وضحوا ان ما فيش شرط العمر. ولكن قالوا يفضل ازا كن المرشحين تقل عمرهم عن تلاتين سنة. يعني هما ما لزموش ان الاشخاص تكون تلاتين سنة يعني تكون اقل من تلاتين سنة بشكل ايزامي ولكن قالوا يفضل. يعني ممكن لو اعلى من تلاتين سنة يقدم عادي. الاوراية المطلوبة بالتقديمي. عشان تقدم للفرصة دي انت محتاج ايه? اول حاجة في نموزج اللي هو اللي حضرتك هتملاه ده نموزج اه المنحة نموزج سهل وبسيط جدا. تعال ان بص عليه كده. طيب انت هتروح تملى النموزج ده اول حاجة. هتيجي تضغط على كلمة هنا. تمام? لو ضغطت على كلمة هنا وفتحتها هينزل معاك النموزج بشكل او ملف هتفتح الملف ده. هتلاقي النموزج بيزهر لك بالشكل ده. نموزج بسيط جدا بص ما فيوش اي حاجة. يعني اه صفحتين بس. اول حاجة بيقول لك اختر التخصص اللي انت عايزه. طيب يعني ايه اي وان هو تمام? هو اه الانجنيري. تمام? فانت بتختار على حسب ما كنا شرحنا هنا لو تفتكروا وقلنا ان التخصصات والجامعات موجودة هنا فهي دي برضو بيرمز لها. طيب كده عرفنا ايه هو اي وان واي تو بتاعك او اللي هي اه بطاقة الهوية بتاعتك تمام لو مش معاك الباسبور. اه تكتب طبعا الوظيفة الحالية بتاعتك سواء انت طالب سواء بتشتغل اه هكذا. وبتحط بقى لو في اه بتكتبه هنا. اه بتحط الايميل بتاعك طبعا مهم جدا وتركز في الايميل لان ده الايميل اللي هتواصله اه بي معاك. تمام? اه هنا بقى اللي ان خلفية التعليمية بتاعتك بيقول لك اتكلمننا عن كل الجامعات والمؤسسات اللي انت درست فيها وما كانة. يعني مسلا انا درست فتكتب لي انت يعني تكتب انت درست فين. تمام? تكتب بداية من امتى الامتى وايه الدرجة بالزبط او ايه اللي انت درست فيه او المجال اللي انت درست فيه. تمام? ولو بقى انت درست في جامعة اتنين تلاتة اخدت دبلوما واخدت تكتب كل المواهلات اللي عندك. اه هنا بيقول لك بالنسبة اللغة بتاعتك اللغة الانجليزية. اه تكتب مستوائك هل انت ممتاز فيها متوسط جايد ضعيف. تمام? اه هنا بالنسبة الوظيفة بيقول لك يعني بتاعتك اشتغلت قبل كده مسلا او حاليا لسه بتشتغل تكتب ايه اسم الشغلانة دي ويعني العنوان او المكان الوظيفة تمام? اه هنا بقى بيسألك شوية اسئلة يعني بيقول لك هل مساح حصلت على اه منح قبل كده او درست فين غري قبل كده فتجاوب بقى على حسب الحاجات دي بتنطبق عليك او لا وهنا بيقول لك لو في عندك اي اضافات حاجة احابب توضحها ممكن تكتب هنا للمنحة وهما ممكن يقرؤوها لو في حاجة ده فيها عايز تضيف. تمام? وهنا بيقول لك دي قائمة الاوراق المطلوبة منها. وطبعا دي الاوراق اللي احنا نسه بنتكلم عنها. فهنوضحها واحدة واحدة دلوقتي. وفي الاخر بتكتب التاريخ بتاع اليوم اللي انت مليت فيه. وبتمضي هنا بخط ايدك. تمام? طيب احنا كده اول حاجة زي ما قلنا بتملى نموذج الطلب. بعد لما بتملى نموذج الطلب لازم بقى تبدأ تحضر بقى الاوراق دي مع النموذج. ايه هي? نسخة من شهادة الدراسة الثانوية. الدراسة الثانوية بتاعتك اللي هي البكالوريا. وشهادة الكلية تمام? اللي هي البكالوريوس. وكشف الدرجات بتاعها الكلية اللي بيوضح آآ آآ كل المواد ودرجاتها. آآ بعد كده السيرة الزاتية بتاعك. لازم يكون معاك. آآ هنا بقى اركز معي اي شهادة تثبت معرفتك باللغة الانجليزية. المنحة عايزة شهادة تثبت معرفتك باللغة الانجليزية. مش شرط اي لتسألو طيفل. ممكن تقدم لهم اي شهادة. ممكن تجيب شهادة من مركز موجود في بلدك. يعني مش مش مقيدينك بشهادة آآ لغة دولية. ممكن اي شهادة عادي. آآ مطلوب منك رسالة توصية واحدة على الاقل من استاذ جامعي من شخص صاحب عمل. يعني طبعا مفروغ من الموضوع ده. تكلمنا عليه كتير وازاي ممكن تعمل رسالة توصية او تحصل عليها. آآ كتابة خطاب نية. تمام? خطاب نية كتابته انت هتوضح هنا انت ليه عايز تنضم لمنحة هنغارية هنا. تمام? او آآ منظمة الزراعة هنا. وتكتب ليه خطرت التخصص ده وليه خطرت الجامعة دي. ده يعني المضمون بتاع خطاب نية. تجيب شهادة صحية من اي مستشفى او طبيب تظبط النخالي من الامراض. تمام? وبعد كده اخر حاجة شهادة حسن السير والسلوك اللي هي بيسموها الفيش الجنائي دي بتطلع من اي جهة حكومية موجودة في بلدك سواء قسم شرطة مدرية امن حسب ما بيسمى في بلدك. تمام? يعني بتسمى آآ يعني زي يعني تسجيل الجنائي او حاجة زي كده. فبتطلع من آآ اي جهة مسؤولة بلدك. كيفية التقديم بقى للفرصة دي. عشان تقدم للفرصة دي تعمل ايه? حضرتك هتاخد النموذج ده اللي انت ماليته. وتاخد الاوراق دي وتجمعها كلها وتحطها في ملف واحد تمام? يعني كل الاوراق دي هتبقى في ملف واحد وتروح جاي باعتها على الايميل ده. هي زي منحة كده شوية لو تفتكروا منحة بتجمع برضو فيها الاوراق كلها وبتبعتها على ايميل. كزلك برضو منحة انغري هنا نفس النظام. هتجمع كل اوراق وتروح جاي مرسلها على الايميل ده. كده ما لا في بقى اصفارة ولا في اختام ولا اي حاجة انت حضرك بس تجمع اوراق وتبعتها على الايميل ده. اخر معادل التعديم في الفرصة دي هو تمانية وعشرين فبراير الفين وعشرين. تمام? فالناس المهتمة بالمنحة دي يريد تبدأ تحضر اوراق لان طبعا المنحة يعني ما بقلهاش كتير ممكن نقول فاضل على نص نص شهر او حاجة. كده اه اتكلمنا عن المنحة. تمام? هنا انا هتطلقوا الاعلان الرسمي. اه للي عايز طبعا يطلع على اه اه الموقع الرسمي للمنحة. هتيجي تقطع الاعلان الرسم هنا. هيفتح معك. كل التفاصيل ان انا مترجمة هنا باللغة العربية هتلاقي موجودة هنا باللغة الانجليزية. ومشروحها كمان يعني بالتفصيل بكل حاجة. بالتمويل بالشروط اه الاوراق المطلوبة بالدول كمان اهي. المتاح لها التقديم فقط. الشروط بتاعتك او الاوراق المطلوبة. كل حاجة هتلاقيه في الموقع الرسمي. تمام? وهنا بيقول لك اخر معاد تمانية وعشرين فبراير الفين وعشرين. كده احنا اتكلمنا عن المنحة ونقول تاني مميزاتها رسوم الدراسة كاملة تكاليف الاقامة والسكن تأمين طبي مصاريف الكتب ومميزات اخرى كتير جدا. ولكن ما بتشملش تزاكر التارون. اه اتمنى يا رب تكون المنحة دي مفيدة لكم وان شاء الله بازن الله اه مقبولين وموفقين فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.